أحيات مآتم البحرين أمس واليوم شعائر عشرة في أجواء هادئة ومطمئنة وسط إجراءات تنظيمية مدروسة والتزام من المعزين وصولا إلى موسم آمن يحكس ما تتمتع به مملكة البحرين وشعبها من تعايش سلمي يحظى باهتمام وتقدير واسع في أجواء عامرة بالأمن والطمئنينة يتم إحياء شعائر عشرة في إطار من الحرص على التنظيم والالتزام وبما يحفظ روحانية المناسبة وطابعها الديني والتي تحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار سياسة الحكومة الموقرة وما تبديه من حرص واهتمام بكافة الخدمات المقدمة خلال موسم عاشراء جاء اللقاء الموسع الذي عقده معالي وزير الداخلية مع رؤساء المآتم بداية شهر محرم تفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية وبما يكفل إحياء عاشراء بالشكل اللائق والالتزام بما تغتظيه المناسبة من إجراءات تنظيمية وخدمات أمنية تضمن إتمام الشعائر في يسر وسهولة وشهدت الفترة الماضية عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية التي شاركت فيها المحافظات والجهات المعنية ورؤساء ومسؤول المآتم وأعضاء هيئة المواكب الحسينية لبحث الترتيبات والاستعدادات الخدمية لموسم عاشراء ومتابعة كافة الأمور التنظيمية وغير عملت الوزارات والجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية والأشغال وشؤون البلديات والزراعة والصحة والكهرباء والماء وإدارة الأوقاف الجعفرية وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة على توفير كافة الاحتياجات وتلبية المطالب التي تضمن إحياء عاشراء بالشكل الذي يتفق وأهميتها الدينية والروحية قامت محافظة العاصمة بالتنسيق المسبق مع كافة الجهات الأمنية والخدمية لضمان إنجاح موسم عاشراء وإظهاره بالصورة الحضارية المأحودة ونحرص قبل بدء موسم عاشراء الاجتماع مع الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية لمواصلة إقامة هذه الشعائر سنويا وإظهار حالة التعايش في مملكة البحرية في ترجمة لتوجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نحن متواجدين لخدمة المعزين وبتضافر جميع الطاقات والجهود الرسمية معنا في الميدان كلنا نعمل صراحة كفريق واحد بالمعنى الحرفي والحقيقي لتجسيد فكرة فريق البحرين في إطار الواجبات الأساسية لوزارة الداخلية وتعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية يتم العمل على توفير كافة الخدمات الأمنية التي تسهم في إحياء شعائر عاشراء بسلاسة أمة حيث يقوم رجال الشرطة من ضباط وضباط صف وأفراد وبالتعاون مع رؤساء المؤاتم وهيئة المواكب الحسينية من أجل تقديم التسهيلات اللازمة سواء من خلال شرطة خدمة المجتمع أو الدوريات المرورية وكذلك الإدارات الأمنية ذات الصلة اللجنة اللي أشرفت على تنظيم اللي هو عيادة الإمام الحسين بإشراف الدكتورة لولو الشيطر الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية الأولية ورئيسة اللجنة كذلك تم تجهيز اللي هو العيادة بالأجهزة الطبية والأدوية التي تحتاج للمساعدة كذلك اللي هو الإسعافات تم توفير الإسعافات الكافية لهذا الموصد كل الجهات المعنية معانا مشتركة لإنجاح هذا الموسم نحن الآن في عشرة محرم نسعى إلى تطبيق هذه الخطة وتقديم كل الخدمات سواء كان على مستوى المحافظة على النظافة العامة أو على مستوى المحافظة على الصحة العامة وفي إطار تأمين موسم عاشراء بدت عمليات التأمين حاضرة في كافة الأنحاء والتواصل قائما مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية تحية شكر وتقدير وعرفان إلى جلالة الملك وإلى حكومتنا الرشيدة وإلى سمو ولي العهد الأمين على كل ما يقدمونه من دعم ومسانده إلى مؤسسات المجتمع المدني لا شك بأن تعزيز الشراكة المجتمعية بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لها طبعا كل التقدير من شعب البحرين طبعا البحرين السباخة في هذه المناسبة تضافرت كل الجهود بأن نكون أخوة ومحبة الفن هو رسول السلام للمحبة الحمد لله رب العالمين أن مؤسسات البلد التي هي جهات الحكومية جميعها تشتغل حق هذه المؤسسات الدينية في هذا الموسم والحمد لله رب العالمين يعني اللهم لك الحمد نفس ما قلنا نحن في نعمة البحرين وهي البحرين بحرين السلام والتعايش حق كل الأطياف فيها جميع الأديان فيها جميع الشعائر شرطة المجتمع في كل مكان وسط التزام بالشراكة المجتمعية دوريات المرور تتابع سهولة الحركة المرورية حتى تتحرك مواكب العزاء بمرونة كاملة وصولا إلى موسم آمن ومتكامل الخدمات وتبغى مملكة البحرين بلد التعايش السلمي والتسامح الديني بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء فهذه الحضارة العريقة والمرموقة تجسد التسامح والتعايش واقعا مشهودا طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر